السلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير والاخير وفيديونا هاليوم يجاكم كامل هانين ومتهنين نصليوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلوات وسلام كل عادة دائما مع سلسلة تحضيرات وتنظيفات وترتيبات الشهر الفضيلة هم بارتجي معكم فيديو من كل فنة شوية فيديو رح يعجبكم بزاف فيه بزاف حويج هايلين هم بارتجي معكم وصفات هم بارتجي معكم افكار اللي رح تسهل عليكم وراح تنقص عليكم مصروف زايد خاصة كي نبغيو نخدمو حاجه في الدار وتكون هذيك الحاجه اللي باش نوجدوها بها ماهيش متوفرة عندنا في الدار وراح مبرتجي معاكم هدية رمضان وراح مبرتجي معاكم كسوة العيد تعرى النوشا ايه هنا كسوة العيد ما تحيروش ساينا كملت حويج رمضان دكارة حنروحوا لكسوة العيد اخي قلتلكم كملت كسوة العيد ووجت لغداتي على العيد مازال نقيلو بارك المهم كما راكم تشوفوا رح نفتح معاكم هاد الابوات اللي فيها حاجه تغير بزا فرح نشوفوها كيف كيف انا غيرتني ما نقول لكم شو حال وراح نختصر عليكم هاد الكوليكسون كانت وصلتني من عند براءة براءة كيت مشي اول مره اللي نبرتجي معاكم حويجها كنت بارتجيت معاكم في رمضان العمليفات وفي عيد الفطر وفي عيد الاضحاء وهذا رمضان ثاني ان شاء الله على بالي بالي كامل راح تتعاملوا معاها وما كمش راح تندموا لا في التعامل معاها ولا في اللي كوليكسون يتوجدهم ولا الحويج اللي توجدهم لانه خدمتها تهضر عليها وعلى روحايني الخدمات تهضر على روحا شوفوا لي البنات كين قدملكم مركزوني معا الافينيسون ما شاء الله يعني تبارك الرحمن وكأنه حاجة كومونديناها تعلام بورتاشون مشي حاجة طول مخدمة من عند بنات بلادنا وبنات بلادنا راهم عندهم انامل ذهبية سواء هكا في الخياطة ولا في الازاكسي سواء راهوا عندنا عندنا الخير والخمير ربي بارك احنا ندعموهم ندعمو هذا الانامل الذهبية بش يزيدوا يوصلوا البعيد على شلالة شوفوا معايا هذيك لفينيسون ستقوني البنات هذا الاغاب واللهي غير كنت راح نكمونديها من شيئين ومبعدام ما ترددت بينها وبين اللي كومونديتهم المرة اللي فاتت وكنت حطتها في بالي على اساس راح نزيد من كومونديها وخيرت انا وزوج تعي اللون تعلقو بلي بش نجيبوها مع اللي خلقيتها عند باراء كي تسعلا نخلي باراء اللي هنا اللي قدامي ونروح حتى الاشيئين في طرف الدنيا شوفوا لي هذك الانسامبل شحال يهبل جاي صالوا بات هكا تعلقو مع البيل اللي يجي تحتو ومع هذك هذك البوني ولا بيري ولا شابو المهم كي بش يتسمى صراحة لا في نيشون تهدر علارو حاكي ما راكم تلاحظوا ما شاء الله تبارك الرحمن راح يتخدم بالعمر تقدرون وتواصلوا معها راح يخلي لكم رابط صفحاتها تعال انستغرام والفيسبوك في صندوق الوصف العام نيفات كنت بارتاجيت معاكم الاقميسة تعريسلان واحمد كاين اللي تعى رمضان وكاين تعى العيد الكبير اذا شفيتوا عليهم ما شاء الله عليهم في رمضان كنت جبت لهم قميس هكا عادي قميس كومبليت ع قطعة وحدة برك وفي العيد الكبير كنت جبت لهم قميس تعى قطعتين يجي السرول والقميس معه هذه المرة دلتي انا ورنوشا كما راكم تشوفوا بديت لكم السعب الحجاب تعال النوشا والتقم الصلاة تعال النوشا غيرني البنات يغير يغير وكي تشوفوه تموت بالفرحات بغيت لبسوه وتروح تصلي زعمه بالنسبة لتعال النوشا كان اصغر تقم خيطاته والتقم انتعي كما راكم تشوفوه حتى هو قطعتين اللي عجبني فيه لبنات قطعتين بصح الذرعين يتغطا ومشي كما اللي عندي يا نايا يعني مالفا هكا نشارك معاكم روتينات ونخرج ننشرح ويجي هكا في البالكون نلبسوه هذا كين طلع ذرعية يبانو مشي كما هذا بالنسبة لتعال النوشا كما قلت لكم حتى هو قطعتين يشبه للتاعي القديم كما راكم تشوفوه بما انه الصغر تقم درته لها سامبل سيناء اللي تخدمهم هي تخدمهم نفس الطقم الكبير هو الصغير هنا را نوشا هميتها بالفرحة بالطقم انتحها قلت لكم غيرني غيرني درته لها شوية وافية بش هي يقود لها منه هكا على عامين عام عامين منه هكا المهم را نوشا راحت فرشة السجادتها راها يتصلي ربي يقبل منها الحاج جرونك ربي يتقبلوا ربي يصلحنا ان شاء الله ذريتنا كي الطفلاء كي الطفلاء وربي يرزخ كل متمنية ذرية صالحة ما كانش قدما ندبغوا وليداتنا كيما اذا يقولوا امهاتنا ندبغوهم مع الصلاة على الصغر يا سبحان الله راه يغريزة في الانسان من صغره يعرف القبلاوين ويعرف كيفاش يصل كما انكم تشوفوا غيرها كحركات هذو اللي يغيروا مي سبحان الله ام يعرفوها السجادة واش دورها ودورنا احنا ثاني انثبتهم عليها وربي يثبتنا عليها كي حنا كي وليداتنا ربي يثبتنا ان شاء الله عدين وعطاعة ودركا رح نبرتج معاكم اه تقم انتاعي كي ما راكم تشوفوا قطعتين القطعة العلوية شوفوا لبنات شحال طويلة وشحال عريضة يعني تلبسها ضعيفة الجيها تلبسها سمينة جيها تلبسها القصيرة جيها وتلبسها طويلة الجيها كيف كيف القطعة السوفلية حتى هي راهي عريضة وطويلة ناراني مطلعتها كي ما قلت لك تلبسها سوى طويلة ولا قصيرة سمينة ولا عريضة بالنسبة للبنات للقماش كما يقول لك اخسلي والبسي القطعة العلوية للبنات هي من الفيبران النوعية الجيدة كي تمسي اكي طعفي يعني مالفين بالخياطة ومالفين بالقماشهم يعرفون له والقطعة تحت نيارة هي كراب هذك الكراب يربيش اسمه راحلي مهم بالنسبة للوان راه فيها هذا اللون وفيها اللون الازرق اللي يحبوا اللون الازرق انا صراحة حبيت الوردي وحبيت التقم لانه يهبل يهبل whereas تبغي تكومون دي وبنتك ولا تبغي تكومون دي يابرك ولا تبغي تكومون دي اللون زوج ابنا تعاني كيف كيف تبغى حاكا أنسامبل تعال الام والبنة التابعا للتاقم تاع الام والبن تراه السعر تعاوه من التاقم الوحده ولا التاقم التاقم التاع clarified كما أرككم تشوفو يعني ما شاء الله حاجة اللي صح صح تتوجد الرمضان ومن الأولويات تحضيرات رمضان ذكر رح نروح للتحضيرات الأخرى وبإذن الله اللي رح تكون في متناول الجميع وكيما على بالهم متتبعات الوافيات باللي التوابل تعي نحضرهم بيدية في الدار يعني ننظفهم ونرحيهم في الدار لكن كين اللي ما تخدرش ترحيهم لأنها الإمكانيات ما كانش وعندهاش الرحاية تعتوا بالله حنبرتجي معكم فكرة إن شاء الله الأداة تكون عندكم كامل المهم بالنسبة للفلفل لكحل المهم بالنسبة للتوابل اللي يجيو خفاف يعني تقدر يترحيهم كيما الفلفل لكحل كيما الكوصبور هذا الحوايج السهلين كيما الكمون المهم عندي هنا الفلفل لكحل كيما قلت لكم دايما نشري حب يعني ككلش نشري حب وننطفه في الدار ونرحيه اللي يترحيه في الدار ونرحيه في الدار واللي يترحيه بره نرحيه بره لأنه خشين بعد ما نضفت يجبت البراميكسر والبراميكسر اللي سقساوني وشيالا ماركة تاعو هي بوش سعر تاعو شيته ب 750 الف لبنات سيلونشو يعني وكاين اللي سعر تاعو اقل بصح الصوت تاعو قاوي هذا كي تعدي ترحي به رحمة ربي ما كان هذا الصوت اللي يصدق المهم وش نحكمو نديرو نقلبو البراميكسر تاعنا نحطو كميات الفلفل لكحل ونعمروه بزاف ونديروش غير شوية ونجيب الفلفل مليمونتار كما شتو ونغطي مليح نحن يديري اربع طبقات ستع طبقات قد ما قدرتي يعني تغطي مليح بالفلفل مليمونتار مليح انا عندي المخطا هدا تاع سيليكون زي ادرتو تاع القرعة تاعي تكسرت حتافظت بيها جات قدها قد قد لكن باش تديري طبقة وحدة برك تاع الفلفل مليمونتار اكي راح تديري كاريثة ومطلضيش بزاف باش هادك الفلفل مليمونتار انا بصراحة ما ينكذبش اليكم عندي رحاية تاع الفلفل لكحل لكن كيشت الفكرة وقلت نجربها تراش اذا صلحة راح نشاركها مع اخواتي هكا ربما راح تنفعكم وبالفعل يعني كما راكم تشوفو هنا يا راهي رحات ما راح تشر طب رطب هاكم تشوفو وما راح مخلتهش هكاك حبات ولاخشين كي ترحي هنا يا وش ديري حكم يجيبي صفايا صفاه الرقيق اللي يهبطها كي تستعمليه والخشين هذا كعاودي ارحيه يعني تفك صح صح ما ترحي لكش مية بالمية كي مرحايا لكن ثمانين بالمية كي مرحايا شوفو الفرقة البنات كي ما قلت لكم بالصفايا برك ولا غرباء لها كا تهبطي هادك الارطب والخشين تعاودي ترحيه وانتي يوجتي الفلفل لكحلتك من تحت يديك ما مخلط معه حتى حاجة هاوليك نقربه لكم باش تشوفو الليبنات هنا راني ما زال ما غربلتو ما صفيتو ما والو يعني تقدريت تستعمليها عادي جدا اما للي عندها البراميكسر ترح تشيري كونتيتي تعل فلفل كحل وتوجدها الرمضان ذو كثاني راح نبرتاجي معاكم الخبز المرحي الخبز المرحي كل واحد او طريقته انا راح نشارك معاكم طريقتي الخاصة واللي ما نبغيش نبدلها كي ما تعرفوا باللي الخبز المرحي او طريقتي صغيرة ما بين 10 الاف حتى ال 12 نلف يعني كمية قليلة اخلاص علش مرحوش نجيبو 3 باقيطات ولا 4 باقيطات راح تخدم ملك الخير والخمير يعني طريقة اسهل منها مكان شراء لا راح تكلف كلا ماديا ولا تعب جسديا سهلا مهلا نجيبو الخبز التاعنا عند كي ما قلتلك باقيطات زوش 3 كي ما بغيتي انا هنا عندي تقريبا واصلين 3 باقيطات خبز تقريبا واصلين يعني زوش باقيطات وشوية خليتهم يبسوا مليح كي ما يلزم الخاطر او ما زال الوقت منا الرمضان وش تديرو احكموا شريو زوش باقيطات ولا 3 حتى الربعة ما تفوتوش ربعة خاطر راكم راح تديرو الخير والخمير وش تديرو يا اما تفتتيه وتتحضر تعلقي هكا في ساشي تاع خيشة ولا ساشي تاع سمي تحطيها قدام الفورنو ولا تسخني الفورتاعك وتنشفيه سور بلاس اي داركي مزروبة ولا تحطيه في بلاسة هكا لي تكون نظيفة وتخليه يبس في راحته عندك 3 ايام 4 ايام حتى الاسمانة حتى يشيح الخبز تاعك ويبس مليح مليح من بعدها وش نديرو نحك نقصه كماشته ونفوته في الروبو هذا ما كان اي راحته يستطيع ترحي به ما عندك الروبو جيبي لاراب الجيها الرقيقة لكن هنا راح يكون فرق بين الاراب وبين الروبو الروبو راح ترحي وتخبيه ديرك في بوات او بورتمانجي اما الاراب كي تفوتي ترابي لازم تغرب ليه باش هذا الخشيني بقى الخشين بزاف تزيدي تعاودي ترحيه ولا تدري له دباره هذه هي طريقتي ونخبيه مباشرة ما نتبله ما ندلو لملح لفلف العكري لحتى حاجه لكن اذا حبيت تبله لكي الاختيار اذا درتي كنتي كبيره هنا راني نحوز على الكيل لخطرنه سوف نقول لكم ماذا خرجت لكن اراني خرجت يعني خير ربي كما راكم تشوفوا راح نفوت بياه رمضان ويبقى علي تخيلوا ثلاث باقيطات تعثل الثالاف ولات عرب علف وخمسمائة خرجتلي هذه فما بالك هذا الحفنة تزيد لكم غير حفنة تشيريها بسعالف وربما حتى الاثناش نلف كما قلت لك وما يتخدمي به يا ربي مرة خلاص ما تزيدهش لكن هذا القوانتيتي تخدمي قدش من مرة لميتوها كافي بورتمونجي ورح نخبيه ملاحظة البنات مديروش الخبز اللي فيه سينوج شوفوا هنا يكفى بقى السينوج معي حبات حبات خيروا الخبز السامبلي ما فيه لسينوج للجلجلانية بالنسبة الاحتفاظ اذا درتي كمية كبيرة وافيرة كما درتها انا يا وخفتي يسوس لك ولا يديلك الريحة حطي معاه يا اما حبات تعالفلفل لك حلول جواوات فلفل حمر هذاك الصغير ولا ورقاء تعرند هذا كامل يخلي والخبز تاعك ولا سميد ولا اي حاجة بربوش او لا شي اللي تديريه عوله ما يسوس ما يسرالو والو ما يسوس ما يغمال للفكرة الثالثة راح نبرتاجي معكم كيفاش نحتافظه بالرند كيف كيف او مازال عندنا الوقت يعني اي حاجة تتغسل راح يكون عندها الوقت الكافي باش تنشف عندنا الرند نجيب ربطاتي على الرند اللي تساعدني بغيتي كبيرة صغيرة انا جيبت فرد خطرة كبيرة لانو ما نبقاش نشري اشاك فا نحب نشري ربطة كبيرة فرد خطرة وتشد معي مدة طويلة وش نديلها البنات الربطة هكاك نفوتها تحت العين مليح نغسلها مليح 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 حتى يعود الماء هذك يحبط صافي ونقلقها فوق الفرن وكي عادرانا في البرد سينو اذا كنتي مع مباليش انا ما كنت شرح على مبالي بلي ما مش حيشوفوا الفيديو تعيغر البريود هذي سيلي من الواحد يتفرج في اليوتيوب اذا يخرجك مثلا فيديو في الصيف عادي فرزعي هذوك الحبات نحيهم اغسليهم وحطيهم في كيس كاسي نشفوا مليح وبعدها فرشيهم في بلاتو تكون يدرتي عليها البابي اسويتو تخليه ينشفي راحتو وبعدها لموهم في بورتمونجين وخبيهم هي هكا ربطة تحبي تغسليها وتعلقيها تنشفوا لا تنحيهم من الربطة وتغسلي بالحبة المهم لازم تنشفي الحبات تعك مليح مليح لما نشفوا لك شرحوا راح يفزد الرندة تعك كامل ودائما مع اقتراح وصفات رمضانية راح نقترح عليكم وصفة خبز ووش نقولكم اقطن تعرفوه الاقطن اقطن قبل ما نبدأ في الخبز روحت قبل بديته بالشربة تشاهو شربة افريكا يقولتوكم نديلهم شربة افريكا ونزيد نبرتاجيها معكم على شلالة على بالي بالي بالزاف اللي حفظوا الطريقة تاعي وبالزاف اللي كانوا مستغربين في طريقتي ونهار داروها عادوا دايما مع تامدين الشربة تاعي هنا ايا في كوكوت حكي مندرت مغرف سمن ومغرف تعزيت حطيت مرسوتها الحم قليت ومليح مليح في هذك الزيت بعدها جبت الخليط هذا اللي كنت رحيته هو بصلة وسنينه صغيرة تاع الثوم وحبة كبيرة تاع طماطم وزدت عليها كما راكم تشوفو طماطم مصبرة ديفون ارحي في الروبو وديفون ميكسي كين ميكسي لبنات وش الميكسين ميكسي البصلة والطماطم تاع الحب والثوم والدبشة وين الورند ما تستغربوش في الرند ما تحيري شوفو الدنيا اذواق والاذواق لا تناقش بغيتي تجربيها جربيها ما بغيتيش تجربيها متجربيهاش لكن انا ما نقولكش وعليش ما تديريهاش ولا انتي تقوليلي وعليش تديريها انا نديرها ومقولك كثاف لي كانوا مستغربين في طريقتي وعدوا ديرها وعدوا معتمدين الوصفة تاع الشربة تاعي هنا يلوحت ورقة تاعرند ولوحت عليها ثاني عرفت على الكرافص ما كانش عندي الدبشة استرني تحتها نجابها لي زوجت عين واضفتها في الاخير لكن كيد ضيفيها ولا تميكسي العراف مع البصلة رح تعطيكم ذوق ولا اروعة والتوابل ندير ملح وفلفل الكحلو الكوصبر والفلفل العكري مندير شرس الحانوت في الشربة ونقلي مليح ما من الفريق نقليه بعدما نقلي هذك الحم والبصلة والاخر نزيد نقلي هذك الفريق ونمرق ونخليه طيب فيه غرضه الناس اللي تعاني من اللي استوماتها ولا المصران ما يضركش خلاص الفريقه رح تعطيه الوقت الكافي باش يطيب مليح كما يلزم الخاطر ونروحو الخبز الدار هنا الخبز الدار ما كذبش عليكم ما صورتش كي كنت نوجد فيه لكن هنعطيكم الوصفة بالتفصل الوصفة وشتقول عدنا ثلاث كيسان تاع سميد سميد عادي بغيتي تغرب لي هغرب لي هانا ديراكت من الساشي جوج مغارف تاع الزيت ومغرف كبيرة ممسوحة تاع الملح خلطهم مليح مع بعضهم ونبعد زيت لهم مغرفة تاع سكر مغرفة تاع خميرة وبيض تاع بايض الصفار رح اندهن به في الاخير عجنتها مليح مليح لميتها بالمدة في هذا مكان ونبعد قرستها كما راكم تلاحظو وخليتها حتين ضاعف الحجم اندخها شوفوا لي الشربة لبنات هذا كل وجه الله الله الميدم الغنمي دايما يطلق ليدها ولحت عليها جواتها تاع فلفل ولحت ثانية ربطاتها تاع دبشا وطفيت عليها بعد ما خمر لي الخبز ذريت عليه السينوج ادهنت الوجه طبعا بصفار البيض وذريت عليه السينوج ودخلته يطيب على اعلى درجة حرارة في الفرن المخبوزات تاعنا قد ما طيبناهم على اعلى درجة تاع الفرن قد ما راح يطيبوا لنمليح ويجيوا اخفاف يعني ما تمسهناش هذه الحرارات تاع الفور شوفوا معايا هذه الخفاف ما شاء الله تبارك الرحمن تحبو خشين ديروه اخشن من هكا احنا يا هكا نحبوه من حبوش يكون خشين بزم نحبوش يكون ارقيق بزاف كنت وجد ثاني حبيبات تعبورك ومملحة بالباندومي كنت قليته وديكوريته وهكا لعشة تعيره واجد شاهدكم في الجنار بيدو مني عمالينا وليكم ويحفظها من الزوال كفكرة هكا واقتراح طاولات رمضانية كيقدم رمضان باذن الله راح ندل للكم باذن الله بالطاولات والوصفات هنا كنو وصلنا نهاية فيديونا هاليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا وعجبكم فيديونا هاليوم وابقى لغا نقولكم اتهلو في رواحكم والملتقى في فيديوهات واقتراحات ووصفات وتحضيرات قادمة في امان الله اشتركوا في القناة